بناء أسطول متطور من الغواصات النووية بيعوث ثلاث غواصات أمريكية تعمل بتقنية دفع نووي هذا وعد رئيس الأمريكي جو بايدن لرئيسي الوزراء الأسترالي أنتوني البنيزي والبريطاني ريشي سوناك يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الاضطرابات في منطقة المحيطين الهادئ والأطلنطي وهو ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني بأن تنامي نفوذ الصين وتهديدات إيران وكوريا الشمالية يشكلان تحديات كبيرة ولأن منطقة المحيطين سيكون لها دور كبير في تشكيل معالم النظام الدولي القادم لما لها من ثقل اقتصادي وسياسي وديمغرافي وأمني متزهد وفي الوقت الذي تنتقل فيه حلبة الصراع الدولي إلى الشرق مع تسارع وتيرة تنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين تركز واشنطن جهودها بشكل أساسي على كبح جماح بكين ومحاولة تشكيل تحالفات أكثر مرونة مع أستراليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية من خلال تعزيز القدرات الدفاعية والردع المتكامل مع زيادة نطاق التدريبات والعمليات المشتركة في المقابل هدد الدبروسي باستخدام نووي وذلك بعد المشاركة المتزايدة في المنطقة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي وصفها بالأعمال العدائية والتي قد تؤدي إلى حدوث صدام عسكري مبشر بين القوى النووية مع عواقب وخيمة وإن كانت تلك الأحداث المتسارعة تتم تحت نظري ومتابعة تجارب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون النووية الذي أطلق صاروخين استراتيجيين قبيل منورات ضخمة بين واشنطن وسول وبعد أن أصبحت المصالح الأمريكية الحيوية في منطقة المحيطين أكثر وضوحا من أي وقت مضى فهل تؤدي الصفقة النووية ضمن تحالف أوكوس إلى تزايد أخطار الصراع؟